اشتركوا في القناة مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من أجر متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا للقادسية في روعتها وجلالها متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوفهم كثيرا فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة والانطلاق معا إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر درة التاج الكسروي ولؤلؤة بلاد فارس وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصحب معه الفارس الباسل مجزاءة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزاءة بن ثور السدوسي وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة ومضوا معا غزاة في سبيل الله فما زالوا يحررون المدن ويطهرون المعاقل والهرمزان يفر أمامهم من مكان إلى آخر حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بهماها كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أغوار التاريخ مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل وفوقها شاذوران بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض والشاذوران أو الشاذوران منهل ماء له حوض ونوافير وربما وجدت فيه تماثيل حيوانات يخرج الماء من أفواهها وشاذوران تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء شيد بالحجارة الضخمة المحكمة ودعم بأعمدة الحديد الصلبة وبلط هو وأنفاقه بالرصاص وحول تستر سور كبير سامق يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم قال المؤرخون عنه إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه وحشد وراءه خيرة جنود فارس عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت ثمانية عشر شهرا لا تستطيع اجتيازه وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة ثمانين معركة وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس قد أبلى مجزاءة ابن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا فقد تمكن من قتل مئة كمي من فرسان الأعداء مبارزة فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش المجاهد وفي آخر معركة من تلك المعارك الثمانين حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق ولاذوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حال سيئة إلى أخرى أسوأ فقد أخذ الفرس يمطرونهم من أعالي الأبراج بالسهام الصائبة وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار فإذا رام أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليهم فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل سورة استر العظيم يائسا من اقتحامه سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول لقد وثقت بكم معشر المسلمين وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه بن الشابة فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد وتسلل إليهم تحت جنح الظلام وأفضل أبي موسى بحقيقة أمره فقال نحن من سادات القوم وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وعدى على ماله وأهله وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمانه على نفسي وأولادي فآثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق استدعى أبو موسى الأشعري مجزاءة ابن ثور السدوسية وأصر إليه بالأمر وقال أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة فقال مجزاءة اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير فقال له أبو موسى إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وأن لا يحدث أمرا غير ذلك مضى مجزاءة ابن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماش على قدميه ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه فلما رأى مجزاءة الهرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره لكنه ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بألا يحدث أمرا فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر أعد أبو موسى ثلاثمائة من أشجع جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على العوم وأمر عليهم مجزاءة ابن ثور وودعهم وأوصاهم وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة أمر مجزاءة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب ومضى بهم في آخر الهزيع الأول من الليل ظل مجزاءة ابن ثور وجنده البواسل نحو من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى ولما بلغوا المنفذ المؤدية إلى المدينة وجد مجزاءة أن النفق قد ابتلع مئتين وعشرين رجلا من رجاله وأبقى له ثمانين وما إن وطئت أقدام مجزاءة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قل ما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزاءة بن ثور الهرمزان في ساحها فقصد قصده وساوره بالسيف فما لبث أن ابتلعه موج المتقاتلين وأخفاه عن ناظريه ثم إنه بدأ له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه وتصاول مجزاءة والهرمزان بسيفيهما فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية فنبى سيف مجزاءة وأصاب سيف الهرمزان فخر البطل الكمي الباسل صريعا شهيدا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا انطلق المبشرون إلى المدينة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر وعلى كتفيه حلته الموشات بخيوط الذهب ليراه الخليفة وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزأة ابن ثور السدوسي أبو الدرداء رضي الله عنه نهض عويمر بن مالك الخزرجي المكنى بأب الدرداء من نومه مبكرا ومضى إلى صنمه الذي نصبه في أشرف مكان من بيته فحياه وضمخه بأنفسي ما حواه متجره الكبير من الطيب ثم ألقى عليه ثوبا جديدا من فاخر الحرير أهداه إليه بالأمس أحد التجار القادمين عليه من اليمن ولما ارتفعت الشمس غادر أبو الدرداء منزله متوجها إلى متجره فإذا شوارع يثرب وطرقاتها تضيق بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهم عائدون من بدر وأمامهم أفواج الأسرى من قريش فازور عنهم لكنه ما لبث أن أقبل على فتى منهم ينتمي إلى الخزرج وسأله عن عبد الله بن رواحة فقال له الفتى الخزرجي لقد أبلى في المعركة أكرم البلاء وعاد سالما غانما وطمأنه عليه ولم يستغرب الفتى سؤال أبو الدرداء عن عبد الله بن رواحة لما كان يعلم الناس جميعا من أواصر الأخوة التي تربط بينهما كان متآخيين في الجاهلية فلما جاء الإسلام اعتنقه بن رواحة وأعرض عنه أبو الدرداء لكن ذلك لم يقطع ما بين الرجلين من وثيق الأواصر إذ ظل عبد الله بن رواحة يتعهد أبو الدرداء بالزيارة ويدعوه إلى الإسلام ويرغبه فيه ويأسف على كل يوم يمضي من عمره وهو مشرك وصل أبو الدرداء إلى متجره وتربع على كرسيه العالي وجعل يبيع ويشتري ويأمر غلمانه وينهاهم وهو لا يعلم شيئا مما يجري في منزله ففي ذلك الوقت كان عبد الله بن رواحة يمضي إلى بيت صاحبه أبو الدرداء وقد عزم على أمر فلما بلغ البيت رأى بابه مفتوحا وأبصر أم الدرداء في فنائه فقال السلام عليك يا أمة الله قالت وعليك السلام يا أخى أبو الدرداء فقال أين أبو الدرداء فقالت ذهب إلى متجره ولا يلبث أن يعود فقال أتأذنين فقالت على الرحب والسعة وأفسحت له الطريق ومضت إلى حجرتها وانشغلت عنه بإصلاح شأن بيتها ورعاية أطفالها دخل عبد الله بن رواحة إلى الحجرة التي وضع فيها أبو الدرداء صنمه وأخرج قدوما أحضره معه ومال على الصنم وجعل يكسره به وهو يقول ألا كل ما يدعى مع الله باطل ألا كل ما يدعى مع الله باطل دخلت أم الدرداء إلى الحجرة التي فيها الصنم فصعقت حين رأته قد غدى أجذاذا ووجدت أشلاءه مبعثرة على الأرض وجعلت تلطم خديها وهي تقول أهلكتني يا ابن رواحة أهلكتني يا ابن رواحة لم يمضي غير قليل حتى عاد أبو الدرداء إلى منزله فرأ امرأته جالسة عند باب الحجرة التي فيها الصنم وهي تبكي وتنشد وعلامات الخوف منه بادية على وجهها فقال ما شأنك قالت أخوك عبد الله بن رواحة جاءنا في غيبتك وصنع بصنمك ما ترى فنظر إلى الصنم فوجده حطاما فاستشاط غضبا وهم أن يثأر له لكنه ما لبث قليلا حتى هدأت ثائرته وسكت عنه غضبه ففكر فيما حدث ثم قال لو كان في هذا الصنم خير لدفع الأذى عن نفسه ثم انطلق من توه إلى عبد الله بن رواحة ومضي معا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلن دخوله في دين الله فكان آخر أهل حيه إسلاما آمن أبو الدرداء منذ اللحظة الأولى بالله ورسوله إيمانا خالط كل ذرة في كيانه وندم ندما كبيرا على ما فاته من خير وأدرك إدراكا عميقا ما سبقه إليه أصحابه من فقه لدين الله وحفظ لكتاب الله وعبادة وتقوى ادخروهما لأنفسهم عند الله فعزم على أن يستدرك ما فاته بالجهد الجاهد وأن يواصل كلال الليل بكلال النهار حتى يلحق بالركب ويتقدم عليه فانصرف إلى العبادة انصراف متبتل وأقبل على العلم إقبال ضمآن وأكب على كتاب الله يحفظ كلماته ويتعمق فهم آياته ولما رأى التجارة تنغص عليه لذة العبادة وتفوت عليه مجالس العلم تركها غير متردد ولا آسف قد سأله في ذلك سائل فأجاب لقد كنت تاجرا قبل عهدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أسلمت أردت أن أجمع بين التجارة والعبادة فلم يستقم لي ما أردت فتركت التجارة وأقبلت على العبادة والذي نفس أبي الدرداء بيده ما أحب أن يكون لي اليوم حانوت على باب المسجد فلا تفوتني صلاة مع الجماعة ثم أبيع وأشتري فقد نزل به جماعة في ليلة شديدة القر قاسية البرد فأرسل إليهم طعاما ساخنا ولم يبعث إليهم باللحف فلما هموا بالنوم جعلوا يتشاورون في أمر اللحف فقال واحد منهم أنا أذهب إليه وأكلمه فقال له آخر دعه فأبى ومضى حتى وقف على باب حجرته فرآه قد اضطجع وامرأته جالسة قريبا منه ليس عليها ولا عليه إلا ثوب خفيف لا يقي من حر ولا يصون من برد فقال الرجل لأبي الدرداء ما أراك بيت إلا كما نبيت نحن أين متاعكم فقال لنا دار هناك نرسل إليها تباعا كل ما نحصل عليه من متاع ولو كنا استبقينا في هذه الدار شيئا منه لبعثنا به إليكم ثم إن في طريقنا الذي سنسلكه إلى تلك الدار عقبة كأودا المخف فيها خير من المثقل فأردنا أن نتخفف من أثقالنا علنا نجتاز ثم قال للرجل أفهمت قال نعم فهمت وجزيت خيرا وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أراد من أبي الدرداء أن يلي له عملا في الشام فأبى فأصر عليه فقال إذا رضيت مني أن أذهب إليهم لأعلمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم وأصلي بهم ذهبت فرضي منه عمر بذلك ومضى هو إلى دمشق فلما بلغها وجد الناس قد أولعوا بالترف وانغمسوا في النعيم فهاله ذلك ودع الناس إلى المسجد فاجتمعوا عليه فوقف فيهم خطيبا وقال يا أهل دمشق عز وجل وتركتم ما أمرتم به ما لأراكم تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتؤملون ما لا تبلغون لقد جمعت الأقوام التي قبلكم وأملت فما هو إلا قليل حتى أصبح جمعهم بورا وأملهم غرورا وبيوتهم قبورا هذه عاد يا أهل دمشق قد ملأت الأرض مالا وولدا فمن يشتري مني ترك تعادني اليوم بدرهمين فجعل الناس يبكون حتى سمع نشيجهم ومنذ ذلك اليوم طفق أبو الدردائي أم وجالس الناس في دمشق ويطوف بأسواقهم فيجيب السائل ويعلم الجاهل وينبه الغافل مغتنما كل فرصة مستفيدا من كل مناسبة فها هو ذا يمر بجماعة قد تجمهروا على رجل وجعلوا يضربونه ويشتمونه فأقبل عليهم وقال ما الخبر قالوا رجل وقع في ذنب كبير قال أرأيتم لو وقع في بئر أفلم تكونوا تستخرجونه منه قالوا بلى قال لا تسبوه ولا تضربوه وإنما عظوه وبصروه واحمدوا الله الذي عافاكم من الوقوع في ذنبه قالوا أفلا تبغضه قال إنما أبغض فعله فإذا تركه فهو أخي فأخذ الرجل ينتحب ويعلن توبته أمام الناس وهذا شاب يقبل على أب الدرداء ويقول أوصني يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول له يا بني اذكر الله في الصراء يذكرك في الضراء يا بني كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك يا بني ليكن المسجد بيتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المساجد بيت كل تقي وقد ضمن الله عز وجل لمن كانت المساجد بيوتهم الروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله عز وجل وهؤلاء جماعة من الشبان جلسوا على الطريق يتحدثون وينظرون إلى المارين فيقبل عليهم ويقول يا بني صومعة الرجل المسلم بيته يكف فيه نفسه وبصره وإياكم والجلوس في الأسواق فإنه يلهي ويلغي وفي أثناء إقامة أبي الدرداء بدمشق بعث إليه واليها معاوية بن أبي سفيان يخطب ابنته الدرداء لابنه يزيد فأبى أن يزوجها له وأعطاها لشاب من عامة المسلمين رضي دينه وخلقه فسار ذلك في الناس وجعلوا يقولون خطب يزيد بن معاوية بنت أبي الدرداء فرده أبوها وزوجها لرجل من عامة المسلمين فسأله سائل عن سبب ذلك فقال إنما تحريت فيما صنعته صلاح أمر الدرداء فقال وكيف فقال ما ظنكم بالدرداء إذا قام بين يديها العبيد يخدمونها ووجدت نفسها في قصور يخطف لألاؤها البصر أين يصبح دينها يومئذ وفي خلال وجود أبي الدرداء في بلاد الشام قدم عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب متفقدا أحوالها فزار صاحبه أبو الدرداء في منزله ليلا فدفع الباب فإذا هو بغير غلق فدخل في بيت مظلم لا ضوء فيه فلما سمع أبو الدرداء حسه قام إليه ورحب به وأجلسه وأخذ الرجلان يتفاوضان الأحاديث والظلام يحجب كلا منهما عن عيني صاحبه فجس عمر وساد أبي الدرداء فإذا هو برذعة وجس فراشه فإذا هو حصن وجس دثاره فإذا هو كساء رقيق لا يفعل شيئا في برد دمشق فقال له رحمك الله ألم أوسع عليك ألم أبعث إليك فقال له أبو الدرداء أتذكر يا عمر حديثا حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر وما هو قال ألم يقل ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد راكب قال بلى قال فماذا فعلنا بعده يا عمر فبكى عمر وبكى أبو الدرداء وما زال يتجاوبان بالبكاء حتى طلع عليهم الصبح ظل أبو الدرداء في دمشق يعظ أهلها ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى أتاه اليقين فلما مرض مرض الموت دخل عليه أصحابه فقالوا ما تشتكي قال ذنوبي قالوا وما تشتهي قال عفو ربي ثم قال لمن حوله لقنوني لا إله إلا الله محمد رسول الله فما زال يرددها حتى فارق الحياة ولما لحق أبو الدرداء بجوار ربه رأى عوف بن مالك الأشجعي فيما يراه النائم مرجا أخضر فسيح الأرجاء وارف الأفياء فيه قبة عظيمة من أدم حولها غنم رابضة لم ترى العين مثلها قط فقال لمن هذا فقيل له لعبد الرحمن بن عوف فطلع عليه عبد الرحمن من القبة وقال له يا ابن مالك هذا ما أعطانا الله عز وجل بالقرآن ولو أشرفت على هذه الثنية لرأيت ما لم تر عينك وسمعت ما لم تسمع أذنك ووجدت ما لم يخطر على قلبك فقال ابن مالك ولمن ذلك كله يا أبا محمد فقال أعده الله عز وجل لأب الدرداء لأنه كان يدفع عنه الدنيا بالراحتين والصدر رحم الله أبا الدرداء رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وجمعنا به في جنته ومستقر رحمته ودار كرامته اللهم آمين زيد بن حارثة رضي الله عنه مضت سعدة بنت ثعلبة تبتغي زيارة قومها بني معن وكانت تصحب معها غلامها زيد بن حارثة الكعبي فما كادت تحل في ديار قومها حتى أغارت عليهم خيل لبني القين فأخذوا المال واستاقوا الإبل وسبوا الذرار وكان في جملة من احتملوه معهم ولدها زيد بن حارثة وكان زيد إذ ذاك غلاما صغيرا يدرج نحو الثامنة من عمره فأتوا به سوق عكاظ وعرضوه للبيع فاشتراه ثري من سادة قريش هو حكيم بن حزام بن خويلد بأربعمائة درهم واشترى معه طائفة من الغلمان وعاد بهم إلى مكة فلما عرفت عمته خديجة بن تخويلد بمقدمه زارته مسلمة عليه مرحبة به فقال لها يا عمه لقد بتعت من سوق عكاظ طائفة من الغلمان فاختاري أيا منهم تشائينه فهو هدية لكي فتفرست السيدة خديجة وجوه الغلمان واختارت زيد بن حارثة لما بدى لها من علامات نجابته ومضت به وما هو إلا قليل حتى تزوجت خديجة بن تخويلد من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تطرفه وتهدي له فلم تجد خيرا من غلامها الأثير زيد بن حارثة فأهدته إليه وفيما كان الغلام المحظوظ يتقلب في رعاية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويحظى بكريم صحبته وينعم بجميل خلاله كانت أمه المفجوعة بفقده لا ترقأ لها عبرة ولا تهدأ لها لوعة ولا يطمئن لها جنب وكان يزيدها أسا على أساها أنها لتعرف أحي هو فترجوه أم ميت فتيأس منه أما أبوه فأخذ يتحراه في كل أرض ويسائل عنه كل ركب ويصوغ حنينه إليه شعرا حزينا تتفطر له الأكباد حيث يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل فوالله ما أدري وإني لسائل أغالك بعد السهل أم غالك الجبل تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا غربها أفل سأعمل نص العيس في الأرض جاهدا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن غره الأمل وفي موسم من مواسم الحد قصد البيت الحرام نفر من قوم زيد وفيما كانوا يطوفون بالبيت العتيق إذا هم بزيد وجها لوج فعرفوه وعرفهم وسألوه وسألهم ولما قضوا مناسكهم وعادوا إلى ديارهم أخبروا حارثة بما رأوا وحدثوه بما سمعوا فما أسرع أن أعد حارثة راحلاته وحمل من المال ما يفدي به فلذة الكبد وقرة العين وصحب معه أخاه كعبا وانطلق معا يغذان السير نحو مكة فلما بلغاها دخلا على محمد بن عبد الله وقالا له يا ابن عبد المطلب أنتم جيران الله تفكون العاني وتطعمون الجائع وتغيثون الملهوف وقد جئناك في ابننا الذي عندك وحملنا إليك من المال ما يفي به فمن علينا وفاده لنا بما تشاء فقال محمد صلى الله عليه وسلم ومن ابنكم الذي تعنيان فقال غلامك زيد بن حارثة فقال وهل لكما فيما هو خير من الفداء فقال وما هو فقال أدعوه لكم فخيروه بيني وبينكم فإن اختاركم فهو لكم بغير مال وإن اختارني فما أنا والله بالذي يرغب عمن يختاره فقال لقد أنصفت وبالغت في الإنصاف فدعى محمد زيدا وقال من هذان قال هذا أبي حارثة بن شراحيل وهذا عمي كعب فقال قد خيرتك إن شئت مضيت معهما وإن شئت أقمت معي فقال في غير إبطاء ولا تردد بل أقيم معك فقال أبوه ويحك يا زيد أتختار العبودية على أبيك وأمك فقال إني رأيت من هذا الرجل شيئا وما أنا بالذي يفارقه أبدا فلما رأى محمد صلى الله عليه وسلم من زيد ما رأاه أخذ بيده وأخرجه إلى البيت الحرام ووقف به بالحجر على ملأ من قريش وقال يا معشر قريش اشهدوا أن هذا ابني يرثني وأرثه فطابت نفس أبيه وعمه وخلفاه عند محمد بن عبد الله وعاد إلى قومهما مطمئني النفس مرتاحي البال ومنذ ذلك اليوم أصبح زيد بن حارثة يدعى بزيد بن محمد وظل يدعى كذلك حتى بعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأبطل الإسلام التبني حيث نزل قوله جل وعز ادعوهم لآبائهم فأصبح يدعى زيد بن حارثة لم يكن يعلم زيد حين اختار محمد صلى الله عليه وسلم على أمه وأبيه أي غنم غنمه ولم يكن يدري أن سيده الذي آثره على أهله وعشيرته هو سيد الأولين والآخرين ورسول الله إلى خلقه أجمعين وما خطر له ببال أن دولة للسماء ستقوم على ظهر الأرض فتملأ ما بين المشرق والمغرب برا وعدلا وأنه هو نفسه سيكون اللبنة الأولى في بناء هذه الدولة العظمى لم يكن شيء من ذلك يدور في خلد زيد وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ذلك أنه لم يمضي على حادثة التخيير هذه إلا بضع سنين حتى بعث الله نبيه محمدا بدين الهدى والحق فكان زيد بن حارثة أول من آمن به من الرجال وهل فوق هذه الأولية أولية يتنافس فيها المتنافسون؟ لقد أصبح زيد بن حارثة أمينا لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقائدا لبعوثه وسراياه وأحد خلفائه على المدينة إذا غادرها النبي عليه الصلاة والسلام وكما أحب زيد النبي وآثره على أمه وأبيه فقد أحبه الرسول الكريم صلوات الله عليه وخلطه بأهله وبنيه فكان يشتاق إليه إذا غاب عنه ويفرح بقدومه إذا عاد إليه ويلقاه لقاء لا يحظى بمثله أحد سواه فها هي ذي عائشة رضوان الله عليها تصور لنا مشهدا من مشاهد فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء زيد فتقول قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يستر ما بين سرته وركبته ومضى إلى الباب يجر ثوبه فاعتنقه وقبله ووالله ما رأيت رسول الله عريانا قبله ولا بعده وقد شاع أمر حب النبي لزيد بين المسلمين واستفاض فدعوه بزيد الحب وأطلقوا عليه لقب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقبوا ابنه أسامة من بعده بحب رسول الله وابن حبه وفي السنة الثامنة من الهجرة شاء الله تباركت حكمته أن يمتحن الحبيب بفراق حبيبه ذلك أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى ملك بصرة يدعوه فيه إلى الإسلام فلما بلغ الحارث مؤتة بشرقي الأردن عرض له أحد أمراء الغساسنة شرح بيل بن عمر فأخذه وشد عليه وثاقه ثم قدمه فضرب عنقه فاشتد ذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه إذ لم يقتل له رسول غيره فجهز جيشا من ثلاثة آلاف مقاتل لغزو مؤتة وولى على الجيش حبيبه زيد بن حارثة وقال إن أصيب زيد فتكون القيادة لجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر كانت إلى عبد الله بن رواحة فإن أصيب عبد الله فليختار المسلمون لأنفسهم رجلا منهم مضى الجيش حتى وصل إلى معانى بشرقي الأردن فهبه رقل ملك الروم على رأس مئة ألف مقاتل للدفاع عن الغساسنة وانضم إليه مئة ألف من مشرك العرب ونزل هذا الجيش الجرار غير بعيد من مواقع المسلمين بات المسلمون في معانى ليلتين يتشاورون فيما يصنعون فقال قائل نكتب إلى رسول الله ونخبره بعدد عدونا وننتظر أمره وقال آخر والله يا قوم إننا لا نقاتل بعدد ولا قوة ولا كثرة وإنما نقاتل بهذا الدين فانطلقوا إلى ما خرجتم له وقد ضمن الله لكم الفوز بإحدى الحسنيين إما الظفر وإما الشهادة ثم التقى الجمعان على أرض مؤتة فقاتل المسلمون قتالا أذهل الروم وملأ قلوبهم هيبة لهذه الآلاف الثلاثة التي تصدت لجيشهم البالغ مئتي ألف وجالد زيد بن ثابت عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم جلادا لم يعرف له تاريخ البطولات مثيلا حتى خرقت جسده مئات الرماح فخر صريعا شهيدا يسبح في دمائه فتناول منه الراية جعفر بن أبي طالب وطفق يذود عنها أكرم الذود حتى لحق بصاحبه فتناول منه الراية عبد الله بن رواحة فناضل عنها أبسل النضال حتى انتهى إلى منتهى إليه صاحباه فأمر الناس عليهم خالد بن الوليد وكان حديث إسلام فانحاز بالجيش وأنقذه من الفناء المحتم بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنباء مؤته ومصرع قادته الثلاثة فحزن عليهم حزنا لم يحزن مثله قط ومضى إلى أهليهم يعزيهم بهم فلما بلغ بيت زيد بن حارثة لاذت به ابنته الصغيرة وهي مجهشة بالبكاء فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتحب فقال له سعد بن عبادة ما هذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام هذا بكاء الحبيب على حبيبه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق وأحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه حي قائم بين ظهراني المسلمين كان اسمه في الجاهلية عبد عمر فلما أسلم دعاه الرسول الكريم عبد الرحمن ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول الكريم دار الأرقم وذلك بعد إسلام الصديق بيومين اثنين ولقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون فصبر وصبروا وثبت وثبتوا وصدق وصدقوا وفر بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدينه ولما أذن للرسول وأصحابه بالهجرة إلى المدينة كان في طليعة المهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله ولما أخذ الرسول صلوات الله عليه يؤاخي بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه فقال سعد لأخيه عبد الرحمن بن عوف أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا وعندي بستانان ولي امرأتان فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك فقال عبد الرحمن لأخيه الأنصاري بارك الله لك في أهلك ومالك ولكن دلني على السوق فدله عليه فجعل يتجر وطفق يشتري ويبيع ويربح ويدخر وما هو إلا قليل حتى اجتمع لديه مهر امرأة فتزوج وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه طيب فقال له الرسول صلوات الله عليه مهيم يا عبد الرحمن وهي كلمة يمانية تفيد التعجب فقال تزوجت يا رسول الله فقال وما أعطيت زوجتك من المهر قال وزن نوات من ذهب فقال صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه بارك الله لك في مالك قال عبد الرحمن فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده فأردى عدو الله عمير بن عثمان بن كعب التيمي وفي يوم أحد ثبت حين زلزلت الأقدام وصمد حين فر المنهزمون وخرج من المعركة وفيه بضعة وعشرون جرحة بعضها عميق تدخل فيه يد الرجل ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله فها هو ذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يجهز سرية فوقف في أصحابه وقال تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال يا رسول الله عندي أربعة آلاف ألفان منها أقردتهما ربي وألفان تركتهما لعيالي فقال الرسول صلوات الله وسلامه عليه بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت ولما عزم الرسول عليه الصلاة والسلام على غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها في حياته كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال فجيش الروم وافر العدد كثير العدد والعام في المدينة عام جدب والسفر طويل والمؤنة قليلة والرواحل أقل حتى إن نفرا من المؤمنين جاءوا إلى الرسول يسألونه في حرقة أن يأخذهم معه فردهم لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فسموا بالبكائين وأطلق على الجيش اسم جيش العسرة عند ذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بالنفقة في سبيل الله واحتساب ذلك عند الله فهب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكان في طليعة المتصدقين عبد الرحمن بن عوف فقد تصدق بمئتي أوقية من الذهب فقال عمر بن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما فما ترك لأهله شيئا فقال الرسول عليه الصلاة والسلام هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن فقال نعم تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب قال كم قال ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر ومضى الجيش إلى تبوك وهناك أكرم الله عبد الرحمن بن عوف بما لم يكرم به أحدا من المسلمين فقد دخل وقت الصلاة ورسول الله صلوات الله عليه غائب فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف وما كادت تتم الركعة الأولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلين واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه فهل هناك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحد إماما لسيد الخلق وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين فكان ينهض بحاجاتهن فيخرج معهن إذا خرجن ويحج معهن إذا حججن ويجعل على هوادجهن الطيالسة وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن وتلك منقبة من نقائب عبد الرحمن بن عوف وثقة من أمهات المؤمنين به يحق له أن يعتز بها ويفخر ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له بأربعين ألف دينار فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال قالت من بعث هذا المال فقيل عبد الرحمن بن عوف فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحن عليكن من بعدي إلا الصابرون بقيت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف بأن يبارك الله له تضلله ما امتدت به الحياة حتى غدا أغنى الصحابة غنا وأكثرهم ثراء فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد وطفقت عيره تتردد ذاهبة من المدينة أو آيبة إليها تحمل لأهلها البر والدقيق والدهن والثياب والآنية والطيب وكل ما يحتاجون إليه وتنقل ما يفضل عن حاجتهم مما ينتجونه وفي ذات يوم قدمت عير عبد الرحمن بن عوف على المدينة وكانت مؤلفة من سبعمائة راحلة نعم سبعمائة راحلة وهي تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وكل ما يحتاج إليه الناس فما إن دخلت المدينة حتى رجت الأرض بها رجة وسمع لها دوي وضجة فقالت عائشة رضوان الله عليها ما هذه الرجة فقيل لها عير لعبد الرحمن بن عوف سبعمائة ناقة تحمل البر والدقيق والطعام فقالت عائشة رضوان الله عليها بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا ولثواب الآخرة أعظم فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عبد الرحمن بن عوف وقبل أن تبرك النوق كان البشير ينقل إلى عبد الرحمن بن عوف مقالة أم المؤمنين ويبشره بالجنة فما إن لامست هذه البشارة سمعة حتى طار مسرعا إلى عائشة وقال يا أمة أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت نعم فاستطار فرحا وقال لئن استطعت لأدخلنها قائمة أشهدك يا أمة أن هذه العير جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله والأقتاب هي الرحال التي توضع على ظهور الجمال أما الأحلاس فهو كل ما يوضع على ظهر الدابة تحت الرحال والسروج ومنذ ذلك اليوم الأغر الذي بشر فيه عبد الرحمن بن عوف بدخول الجنة تعاظم إقباله على إغداق المال وبذله فجعل ينفقه بكلتا يديه يمينا وشمالا سرا وإعلانا حيث تصدق بأربعين ألف درهم من الفضة ثم أتبعها بأربعين ألف دينار ذهبا ثم تصدق بمئتي أوقية من الذهب ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على خمسمائة فرس ثم حمل مجاهدين آخرين على ألف وخمسمائة راحلة ولما حضرت عبد الرحمن بن عوف الوفاة أعتق خلقا كثيرا من مماليكه وأوصى لكل رجل بقي من أهل بدر بأربع مئة دينار ذهبا فأخذوها جميعا وكان عددهم مئة وأوصى لكل واحدة من أمهات المؤمنين بمال جزيل حتى إن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها كثيرا ما كانت تدعو له فتقول سقاه الله من ماء السلسبيل ثم إنه بعد ذلك كله خلف لورثته مالا لا يكاد يحصيه العد حيث ترك ألف بعير ومئة فرس وثلاثة آلاف شات وكانت نساؤه أربعا فبلغ ربع الثمن الذي خص كل واحدة منهن ثمانين ألفا وترك من الذهب والفضة ما قسم بين ورثته بالفؤوس حتى تأثرت أيدي الرجال من تقطيعه كل ذلك بفضل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك له في ماله لكن ذلك المال كله لم يفتن عبد الرحمن بن عوف ولم يغيره فكان الناس إذا رأوه بين مماليكه لم يفرقوا بينه وبينهم وقد أتي ذات يوم بطعام وهو صائم فنظر إليه ثم قال لقد قتل مصعب بن عمير وهو خير مني فما وجدنا له إلا كفنا إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجليه بدى رأسه ثم بسط الله لنا من الدنيا ما بسط وإني لأخشى أن يكون ثوابنا قد عجل لنا ثم جعل يبكي وينشج حتى عاف الطعام طوبى لعبد الرحمن بن عوف وألف غبطة فقد بشره بالجنة الصادق المصدوق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحمل جنازته إلى مثواه الأخير خال رسول الله سعد بن أبي وقاص وصلى عليه ذنورين عثمان بن عفان وشيعه أمير المؤمنين المكرم الوج علي بن أبي طالب وهو يقول لقد أدركت صفوها وسبقت زيفها يرحمك الله وبعد فما دمتم أيها الأحباب الكرام قد وصلتم إلى هنا من هذا المقطع فقد أتممتم بفضل الله سماعه فجزاكم الله من الخير أجزله فإن صادف قبولا فلا تبخل علينا بإعجاب وتعليق ليصل إلى غيركم وعلى الله الأجور ولا تحرمون كذلك من دعوة بظهر الغيب وإن كان من ثلمة فشأن الكرام ستر العيب أدامكم الله خيرا لا ينقطع أثره ممتد بالدنيا بقى